فيلمنا النهاردة بيبدأ بسيارة السباق المشهورة برق بنزين وهو في حلبة سباق السيارات وبنشوفه هو بيعدي ما بين المتسابين بمهارة شديدة وبيمشي على الجدار وبيجري بسرعة لحد لما بيبقى المركز الثالث وبيبقى قدامه لكانج المركز الأول وتاكس المركز الثاني وبنسمع صوت المعلق اللي بيقول إن الثلاث عربيات متعدلين في نقاط الموسم ده وإن اللي هيكسب فيهم السباق ده هيفوز بكاس البستون وده بيبقى أعظم كاس في تاريخ سباق السيارات وبنرجع للسباق وبنشوف بنزين وهو بيعدي من تاكس وبيستفزه فبيكرر تاكس أن يخبطه وبيخليه يفقد السيطرة ويخرج من حلبة السباق لكن بنزين بعدها بيرجع للحلبة من تاني وبيبقى المركز الأخير وساعتها بيخبط تاكس في عربيات السباق التانية علشان يخبطوا كلهم في بعض ويعطلوا بنزين ولما بتخبط كل العربيات بيبقى مستحيل أي عربية تعدي من غير ما تخبط فيهم لكن بنزين بيجري بسرعة وبيعدي من كل المتسابقين من غير ما يخبط في أي عربية وكمان بينط من فوق عربية وبيتصير في الهوى بيرجع للمركز التاني وبيشجعه كل الجمهور وبيرفض بنزين أنه هو يروح لمركز السيونة ويغير الكويتش علشان يقدر يوصل لتاكس والكينج اللي بيبقى وقتها بيغير الكويتش بتاعهم وبتبدأ الجولة التانية وبيرجع كل المتسابقين للحلبة وبيبقى بنزين في المقدمة وبيجري بسرعة وبيروح لمركز السيونة وبيحط بنزين وبيرفض يغير الكويتش بتاعه وبيرجع للحلبة وبيبقى برق سابق كل المتسابقين وكمان بتبقى دي اخر جودة للي هيكسب السباق وقبل ما يوصل برق للنهاية الكويتش بتاعه اللي ورا بيفرقع وساعتها بيجري الكنج وتاكس بسرعة علشان يوصلوله وبيقربوا من بنزين وبيعدوا هم التلاتة خط النهاية في نفس اللحظة وبيفرح كل الجمهور وبيشجعوا بنزين اللي بيقى فرحون جدا علشان بيبقى فاكر انه المركز الاول وبيتدايق فريق السيونة من بنزين لانه مخروره بيعملهم بطريقة وحشة جدا وبيروح الكنج البنزين وبيشجعه بيقوله انه متسابق سريع جدا وموهوب بس الموهبة والسرعة لوحدهم ماينفعوش وبينصحوا انه هو يشوف مدرب وفريق السيونة لانه عمره ما هيكمل السباق لوحده لكن بنزين ما بيبقاش مركز معاه وبيتخيل انه كسب السباق وانه بقى عنده شركة موتوركل مشهورة وانها هتكون رعية ليه وبيجي وقت اعلان النتيجة وبيتصد البنزين لما بيعرف انه تعادل مع الكنجو تاكس وانهم بكده هيعملوا سباق ما بينهم هم التلاتة والسباق ده هيبقى بعد اسبوع في ولاية كاليفورنيا وبكده اللي هيكسب منهم هياخد كاس البستون وبيروح بنزين يقابل جاز عربية النقل المسؤولة عن نقله واللي بيقوله انه لازم يعمل دعاية للرعي بتاعه فبيروح بنزين وهو متضايق انه هيعلن عن منتج ازالة صادة العربيات القديمة وبيركب بنزين المقطورة اللي بيصحبها جاز علشان يروحوا لكاليفورنيا وفي الطريق بيتصل مدير اعمال بنزينه بيهنيه على السباق الاخير وبيعرفوا انه ليه 20 تذكرة مجانية للسباق اللي جاي ممكن يوزعهم على صحابه وبنعرف ساعتها ان بنزين ما عندوش صحابه علشان يديهم التذاكر دي وبيطلب بنزين من جاز ما يريحش في الطريق علشان يبقى اول متسابق يوصل الحلبة وبالليل بينام بنزين وبيسيب جاز اللي بينام هو كمان وهو سايق وبتيجي اربع عربيات اشقية وبيشغلوا موسيقى هادية الجاز علشان ينايموه وبيزقول بعضه وبيتريقوا عليه وبيفضلوا يهزوا المقطورة اللي تتفتح وبيقع منها بنزين ولما بيصحب بعدها بنزين بيلاقي نفسه وسط عربيات كثيرة جدا على الطريق السريع فبيحاول يتفادى العربيات دي وبيجري بسرعة وراء عربيات النقلة علشان يرجع لجاز وبيخش بعدها من طرق جانبية وبيجري وراء عربية نقلة على اساس انها جاز وبيفضل يجري وراء العربية ولما بيوصل لها بيتفاجئ انها مش جاز فبيلف بنزين وبيدخل من طريق تاني علشان يرجع للطريق السريع وبتشوفه عربية الشرطة وهو بيجري بسرعة وبتروح وراءه بتبقى عربية قديمة وسطها علي قوي فبيفتكر بنزين إن عربية الشرطة بتضرب عليه نار فبيحاول يهرب منها لحد لما بيوصل لقرية على الطريق وبيخبط في أسلاك الكهرباء وبيخلقها من مكانها وبيجري بيها وبيدمر القرية كلها لما الأسلاك دي بتتعلق في تمثاله وبتخلقه من مكانه وبيدمر الطريق وبيبوزه ولما بيحاول بنزين إنه يهرب بيتعلق في أسلاك الكهرباء وبييجي الشرطة وبيقبض على بنزين اللي ما بيبقاش قدر يتحرك وبنروح لجزة اللي بيوصل للحلبة وبيتصدم هو وكل الصحفيين لما بيعرفوا إن بنزين مش موجود في المقتورة وبينتشر الخبر في كل مكان وبيتكلم عنه كل المزيعين ولما بيفوق بنزين بيبقى متضيق لإنه متكلبش ومحبوس وبيجي ماطم العربية المسؤول عن حراسته اللي بيعرفوا إنه هيتحاكم لإنه بقى وسطرق الكارية بتاعتهم اللي اسمها نبع الرداتير لكن بنزين ما بيبقاش مهتم بكلامه وبيقوله إنه هو لازم يوصل لكاليفورنيا في أسرع وقته علشان يلحق السباق بتاعه وبعدها بيسحب ماطم بنزين علشان هيود دول المحكمة وهناك كل أهل القرية بيرفعوا قضايا على بنزين لأنه دمر شغلهم وكمان بوز الطريق بتاعهم وبيدخل القاضي داكو اللي مسؤول عن القرية واللي بيبقى متضيق جدا من العربية لبوزت الطريق لكنه لما بيشوف بنزين بيطلب من الشرطة تتردوا من القرية بتاعتهم لأنه عربية سباق ملهاش أي لازمة لكن فجأة بتيجي عربية اسمها سالي وبتقول لأهل القرية إن لو الطريق بتاعهم ما تصلحش أكيد مفيش زوار هيعدوا على القرية بتاعتهم وبتطلب سالي من القاضي داكو إنه ما يخلوش يمشي لأنه لازم يصلح الطريق اللي هو بوزه وبيفضل بنزين يشرح لهم إنه عربية سباق مشهورة وإنه عنده سباق مهم جدا لكن محدش بيصدقه وبيتصدم بنزين لما بيشوف المكينة اللي هيسفلت بها الطريق وبيعرفوا الدكو إنه هيبدأ من أول القرية لحد آخر الطريق وبمجرد ما بيفك بنزين الكلابش بيطلع يجري بسرعة ويهرب لكنه بيتفجئ إن البنزين بتاعه بيخلص منه وبيلاقي إن سالي والشرطة مستنيينه وبتقول إنه هم فضوا تانك البنزين بتاعه هو نايم علشان كانوا متأكدين إنه هيحاول يهرب وبعدها بيربطوه في المكينة اللي هيسفلت بها الطريق وبيبقى متضايق جدا وبيحاول يشرح لهم إنه عربية سباق مشهورة جدا لكن محدش بيصدقه وبيتصدم بنزين لما بيسمع في الراديو إن تاكس وصل لكاليفورنيا وبدأ يتدرب في الحلبة مع شركة موتوركو فبيتضايق جدا علشان لو ما وصلش لهناك وكسب السباق مش هيرف يشتغل مع شركة موتوركو وبيأكد علاماته منه هيمشي أول لما يخلص الطريق ده وبيسحب المكينة بكوة وبسرعة وبيخلص الطريق كله في وقت قصير جدا وبيتصدم أهل الكارية وبيزعى قوله لما بيشوفوا الطريق لإنه بيبقى كده بوزوا أكتر وبييجي لدوكو بيقوله إنه هيكسر كل اللي عمله ويرجع يسفلت الطريق من أول وجديد فبيتضايق بنزين وبيقوله إنه سيارة سباق مش عربية قديمة زيهم وساعتها الدوك بيتحدى وبيقوله إنهم هيعملوا سباق ما بينهم هما الاتنين لو هو كسب هيسيب ويمشي لكن لو خسر مش هيمشي غير لما يسفلت الطريق ويرجعه زي مكان فبيتريع عليه بنزين لإنه عربية عجوزة وبيوافق على كلامه وفعلا بيعملوا السباق وبمجرد ما بيبدأ السباق بيجري بنزين بسرعة كبيرة على عكس دق اللي بيفضل مكانه وما بيتحركش وبيطلب من ماطم ييجي معاه لإنه محتاج له أما بنزين فبيجري بسرعة ولما بيجي يلف على الطراب بيفقد السيطرة وبيخرج من الحلبة وبيقع في الصبار وبييجي دقو معاه ماطم وبيتريع عليه وبيخلي ماطم يسحبه بالخطاف لإنه كده بيبقى خسر السباق وبيكمل بنزين تكسير الطريق وهو متضايق بسبب اللي حصل وإن الدوك التريع عليه وتاني يوم الصبح بيتفاجئ أهل الكرية لما بيشوفوا الطريق الجديد اللي بنزين سفلته وبيبقى بنزين ساعتها في الحلبة وبيحاول يلف الملف اللي خسره في السباق اللي عمله مع دق وبيروح له الدوك وبينزحه إنه يفرمل بالأربع عجلات وهو بيلف على الطراب وبيعرفه إنه لو لف يمين وهو انفرمل هيروح شمال ولو لف شمال هيروح يمين فبيتريع عليه بنزين وبيقوله إن ده مستحيل أصلاً يحصل وبيسيبه يمشي ولما بيجي بنزين يجرب كلام الدوك بيتصدم إنه لما لف يمين فعلاً بيروح شمال وبيقع في الصبار تامي وبيروح الشرطي وبيعرفه إنه مش هيقدر يهرب لإن البنزين اللي في التنك بتاعه قليل ومش هيوصله للطريق السريع وبيظهر بنزينه هو مظلوم إنه كلام الدكتور لعصح وبتظهر سالي اللي بتطلب من عربية المطاف تنظف بنزين من الصبار والتراب اللي علي وبتشكره علشان رصف لهم الطريق بشكل كويس وبتعزمه يباد في الفندق بتاعهم فبيوفق بنزين وبيشكرها لإنها لطيفة معاه وبعد ما سالي بتمشي بيروح ماطم لبنزين وبيعرفه إنه هو المسؤول عن حراسته النهاردة وبيقوله إنهم ممكن يعملوا حاجة تسليهم طول الليل وبيروحوا هما الاتنين لمزرعة الجرارات وبيقرب ماطم من جرار وبيزمر وبيخد الجرار وبيتقلب على ظهره ولما الدور بييجي على بنزين بيعمل صوت عالي جداً وبيخد كل الجرارات وبيقلبهم كلهم وبيفضل هو وماطم يتحكوا على اللي حصل لحد لما بيطر جرار كبير وبيطردهم وبيجري ماطم وبنزين منه بسرعة وقبل ما بيوصل لهم الجرار بيخرجوا من المزرعة بسرعة وبيرجعوا تاني للكرية وفي الطريق بيقول ماطم لبنزين إنه هو أحسن واحد بيسوق بدهره وبيجري ماطم وبيلف في القرية وهو سيق بدهره من غير ما يخبط في أي حاجة وبيرجع تاني لبنزين اللي بيبقى منباهر بيه وبيقوله إنه لو كسب استباقها ترعى شركة مطركن مشهورة اللي عندهم طيارات هليكوبتر وعربيات كتيرة جداً فبينبهر ماطم وبيطلب منه إنه لو كسب استباق يبقى يركبه طيارة هليكوبتر وبيعرفه ماطم إنه هو بقى أعز صديق ليه وبيسيبه وبيمشي وبيكرر بنزين إنه يحقق حلم ماطم ويركبه طيارة وبيفرح لإنه أخيراً بقى عنده صديق وبيروح بنزين للفندق اللي هيباد فيه وهناك بيقابل سيل اللي بيترحب به وبتقوله إنها سمعته هو بيكلم ماطم عن الطيارات الهليكوبتر وبتسأله إذا كان قد كلامه وهيخليه يركب الطيارة ولا هينساهم بمجرد ما هيخرج من القرية فبيقول لها بنزين إنه لو كسب السباق أكيد هيحقق له حلمه وإنه مش هينساهم وبيشكرها على استضافتها ليه في الفندق وبيسيبها علشان ينام وتاني يوم الصبح بيروح بنزين للشرطي علشان يحط له بنزين لأنه عايز يتمرن على السباق لكنه بيلقي الشرطي في الصيانة فبيستناه بنزين بره لحد لما يخلص وبالصدفة وهو ماشي بيدخل الجراش بتاع الدوك وبيتصدم لما بيلاقي فيه كاس البستون مرمي زي الخردة ولما بيبص في الجورنان المتعلق بيلاقي صورة للدوك المشهور وبيتفاجئ لما بيعرف إن الدوك أخد كاس البستون ثلاث مرات قبل كده وبييجي دوك وبيخرج بنزين من الجراش وبيقول إنه ممنوع أي حد يدخل هنا فبيترجى بنزين إنه يعلمه إزاي يبقى متسابق موهوب زيه لإنه بيبقى من أكتر العربيات اللي كسبت بطولات في تاريخ السبقات لكن الدوك بيرفض وبيقوله إن الكاسات دي بالنسبة له مجرد كبيات فضية وبيدخل الجراش ويروح بنزين لأهل الكرية وبيقوله إن الدوك كان متسابق مشهور وأخذ كاس البستون ثلاث مرات وبيفضل أهل الكرية يتحقوا عليه ومحدش بيصدقوا وبتيجي سالي وبتطلب من بنزين ييجي معايها علشان تفرجوا على المكان فبيروح بنزين وراها وبيفضلوا يجروا ورا بعض وهم مبسوصين وبيعدوا من تحت الشلال لحد لما بيوصلوا الفندق مهجور وبتحكي له سالي عن المكان وبتعرفوا إن الفندق ده بتاعها وإن في وقت من الأوقات كانت العربيات بتجيلوا من كل مكان لحد لما عملوا الطريق السريع ومن وقتها ما حدش بييجي عندهم ولا حتى بيعدي على القرية بتاعتهم فبيستغرب بنزين إن العربيات باقت بتمشي من على الطريق السريع وصيبين الطريق القديم فبتقول له سالي إن زمان ما كانش الهدف من الطريق اختصار الوقت ولكن كان الاستمتاع بالوقت فبيشكرها بنزين على الفصحة دي وبيقول لها إن أكيد هيجي يوم والمكان ده هيرجع زي الأول ولما بيروح بنزين علشان يتمرن على السباق بيلاقي الدوك في الحلبة وبيتفرج عليه هو بيجري بسرعة وتحكم رهيب وبينبهر بنزين جدا بأداءه على الطراب وبيروح يقول له إنه مندهش بيه وإنه مالوش مسيل فبيسيبوا الدوك وبيمشي لكن بنزين بيروح وراء الجراش وبيسألوا هو ليه ما بقاش يدخل البطلات واعتزل السباقات فبيوريه له الدوك صورة على الجرنان وبيقوله إنه ما اعتزلش وإنه عمل حدثة في الحلبة وساعاتها استغنوا عنه وبدلوا بعربية تانية وده علشان عربيات السباق بتبقى أنانية وما بيفكرواش غير في نفسهم فبيحاول بنزين يشرح له إنه هو مختلف عن باقي عربيات السباق فبيقوله الدوك إنه أكيد زيهم وبيسألوا عن آخر مرة هتم فيها بحد تاني غير نفسه وبيطلب منه يسافلت الطريق ويمشي وفي تاني يوم الصبح بيخلص بنزين الطريق كله وبيقول للعربيات التانية من أهل الكارية إنه مش هيمشي غير لما يغير الكويتش بتاعه وبيغير الكويتش وبيحطوا وقودوا عضوي وبيلزأ استيكر وبيغير شكله تماماً وبتتفاجئ بيسالي وبتقوله إنه ساعد كل واحد في الكارية وبتفرح فعلاً لما بتعرف إنه كمان صلح الكهرباء والإضاءة بتاعت الكارية كلها وبتمشي العربيات على الطريق الجديد وهما بيرقصوا على الموسيقى ومبسوطين من الإضاءة وفاجأة بيشوفوا عربيات كتير جداً جايين عليهم وطيرات هليكوبتر وبيطلعوا إنهم صحفيين وبيحصروا بنزين وبيصوروا وبيسألوا عن اللي حصل وبييجي جاز وبيعتذر لبنزين علشان ضيعوا وبيطلب منه يركب العربية علشان يلحق السباق وبيكلموا مدير أعماله في التليفون وبيقولوا إن العالم كله مستني لحظة رجوع الكاليفورنيا علشان السباق فبيروح بنزين علشان يودع سالي اللي بتشكره على كل حاجة عملها علشانهم وبتطلب منه يمشي علشان يلحق السباق وفعلاً بيركب بنزين المقطورة اللي بيصحبها جازه وبيمشي هو وكل الصحفيين وبتروح مزيعة للدوكو بتشكره علشان هو اللي بلغهم مكان بنزين وبيتضيق ماطم علشان ملحيش يودعه وبيوصل بنزين للحلبة وبيبدأ السباق ما بين الكانجو تاكس وبنزين اللي بيبقى في المركز الأخير وبيفقد بنزين السيطرة وبيخرج من الحلبة وده لأنه مش قادر يركز في السباق لكن فجأة بيجي لدوكو معاه ماطم وأهل الكرية وبيشجعه وبيقول لدوكو إنه لو بيعرف يسوق زي ما بيعرف يسفلة الطريقة هيكسب السباق بكل سهولة وبيرجع بنزين للحلبة وبيجري بسرعة وبينفذ كل تعليمات لدوكو اللي بيكلمه في السماعة وبيقوله إنه لازم يجري بسرعة علشان الكانجو تاكس سبقينه بلفة كاملة وفجأة الكاميرات بتيجي على الدوكو وتتعرض صورته على كل الشاشات وبيفرح الجمهور وبيهتفه باسم الدوك وإنه أعظم عربية سباق في الجيل القديم وبترجع لبنزين اللي بيجري بسرعة وبيعدي من الكانجو تاكس بمنتهى السهولة وبيحاول يعوض اللفة لنقصاله وبعد لفات كتير بيقدر بنزين يقرب من الكانجو تاكس وقبل ما بيعدي تاكس بيخبطه وبيخليه يفقد استيطارة لكن بنزين بيقدر يسوق بدهره بسرعة زي مماطم كان معلمه وبيعدي منه وبيقرب من الكانج وبيبقى المركز التاني لكن بيخبطه تاكس تاني وبيفرقه عليه الكويتش وساعتها لدوك بيطلب منه يعدي على مركز السيونة وبمجرد ما بنزين بيوصل بييجو أهل الكرية وبيغيروله الكويتشات بسرعة رهيبة جدا بتبهر كل الجمهور وبيجري بنزين بسرعة وبيرجع للحلبة وبيقرب من الكانج وبيكلمه دوك وبيعرفه نفاض اللفة واحدة على خط النهاية وعلشان يكسب السباق لازم ياخد الأربع ملفات على الداية وأكيد هيبقى المركز الأول فبيجري بنزين بسرعة وبيعدي من تاكس اللي بيحاول يخبطه وبينجح في ده فعلا وبيخليه يفقد السيطرة وقبل ما يفقد توازنه ويتقلب بالكامل بيفرمل بنزين على التراب زي ما الدوك كان بيعمل وبيستعيد السيطرة مرة تانية وبيرجع للحلبة وبيبقى المركز الأول وساعتها تاكس بيخبط الكنج وبيخليه يفقد السيطرة وبيطيره وبيتدمر ولما بنزين بيشوف اللي حصل بيفتكر المشهد بتاع الدوك وبيفرمل على آخر لحظة قبل ما يوصل لخط النهاية وبيعدي تاكس الخط وبيكسب السباق وبيرجع بنزين للكينج وبيزوقه بيقوله أنه لازم يكمل آخر سباق ليه مهما حصل فبيقوله الكنج أنه كده خسر كاس البستون فبيرد عليه بنزين وبيقوله أن في حد قبل كده قاله نلكاس ده مجرد كوباية فاضية وبيعدي بنزين بيخط النهاية وبيهتف الجمهور باسم بنزين وبيشجعه على اللي هو عمله وبيروح مدير شركة موتوركو البنزين وبيهني على شجعته وبيطلب منه يكون الواجه الجديد للشركة فبيشكره بنزين وبيقوله أنه هو هيفضل مع شركة موزيل الصدى لأنهم هم اللي عملوا منه متسابق وبيرجع بنزين لنبع الريداتير وبيقابل سالي وبيحققه منية ماطم وبيركبه طيارة هليكوبتر اللي كان بيحلم بيها الملخص ده بصوت هايدي مصطفى وكتبه منتجه باسم أحمد وما تنسوش تعملولنا سبسكرايب على قناة موفي ستوري على اليوتيوب وبس كده سلام